السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم حبيبي عاملين ايه؟ يارب بتكونوا بخير لسه مستمرين في وصفات المدارس واللانشبوكس والنهارده وصفتنا لزيزة جدا وسهلة وبسيطة جدا جدا هنعمل النهارده مع بعض الكوكيز بالفانيليا والشوكولاتة هنعملوا بطريقة بسيطة ومعادير سهلة ومتوفرة في كل بيوتنا ومن غير خلاط ولا مضرب ولا عجان ولا حتى مع علاقة الآيس كريم لكن قبل ما نبدأ أتمنى اللي مشتركش في القناة يشترك ولو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد يلا بينا ندخل على المعدير وطريقة التحضير يلا نقول بسم الله ونبدأ معي 3 كوبايت دي ايه ما نقول كوبايت زبدة بدرجة حرارة الغرفة كوبايت سكر ناعم مش مطحون واتنين بيضة برضو بدرجة حرارة الغرفة ومعلاقة كبيرة كاكاو خام ومعلاقة صغيرة بيكنج بودر وربع معلاقة بيكنج وصودة واتنين باكو فانيليا وشوكولة شيبس اللي هي الصغيرة دي هستخدم منها في العجينة وكمان في التزيين وهنحتاج دايما رشط الملح ما بنستغلاش ابدا عن رشط الملح في الحلويات وكمان مع الكوكيز بتدي طعم جميل جدا الملح والشوكولة طبيب يدي طعم جميل او هنزل بالبيكنج بودر والبيكنج سودة والبيكنج سودة برضو هنا بتدينا طعم جميل للكوكيز نقلب المواد الجافة كلها مع بعض كده هاخد كمان معلاقة من الشوكولة شيبس دي المعلقة دي بتدي طعم وشكل جميل جدا جوبا الكوكيز وبحطها عدية عشان تتوزع كويس غير لما بنحطها على العجية هقلبها كده مع دي وكل المكونات وكده قلبت كل المقادير الجافة مع بعض هجيب بقى بولا للمقادير السيلي هنزل بالزبدة والزبدة هنا تكون طريقة انا مش هستخدم ادوات للضرب هنحتخدم المضرب العادي جدا ودي ابسط طريقة للكوكيز كلنا نقدر نعملها من غير مضرب والعجان هجيب المضرب السلك اللي متوفر في كل بيوتنا واخلط الزبدة دي كويس بس لازم الزبدة تكون طريقة في اقل من دقيقة هتكون كريمي ولونها فاتح وممكن نبدل الزبدة بسمن لكن نضيف معاها معلقة لبة عشان الزبدة فيها لبة خلاص بقت كريمي خالص اهي هنزل بقى بالسكر والسكر هنا مش بودرة السكر سنترفيش بس نعمل بيدي قرشة كده جوا الكوكيز وبيكون طعمه جامل جدا هخلط هو كمان مع الزبدة كده خلط الزبدة والسكر هنزل بالتنين بيضة ومعاهم على طول الفانيليا شفتوا المقادير سهلة وبسيطة ازاي؟ بالضبط كأننا بنعمل كيك بالعكس الكيكة فيها سائل لبن او عصير دي اوفر كمان من الكيك نخلط بقى البيض كويس مع الزبدة والسكر والفانيليا فاول ما بنخلط البيض بيفصل بس ما تلعيش مع الضرب المستمر الخلط بيتجانس ولونه بيقى فاتح كل ده بالمضرب السلكة هوا مستخدمناش اي حاجة وشفتوا اللون بقى فاتح ازاي؟ هنزل بكمية من الدقيق وبنزل بيه على مراحل بنزلوش كل مرة واحدة عشان في أول التقليب بقلب بالمعلقة جيبي سباتيولا وقلب بيها شفتوا بقى المعدير والخطوات سهلة جدا ازاي؟ يعني اول ما تخلص الفيديو جربيه وقال ليه اللي بقى النتيجة معك هتبقى عاملة ازاي؟ لو هتشكيلي بمعلقة الايس كريم شيلي معلقتين من الدقيق عشان يبقى سهل معك في التشكيل لكن انا هشكيله بايدي فمحتاجة العجينة تكون متماسكة شوية نضيف كمان كمية من الدقيق واسيب شوية الباقيين دول وهتعرفوا اللي دلوقتي واكمل تقليب بالمعلقة ومش هستخدم ايدي دلوقتي عشان ما سيحش الزبدة وحيس ان العجينة طريقة ممكن تحتاج معايا دقيق تاني انا كده محتاج العجينة بنفس القوام ده قبل ما احطوا دقيق الزيادة افضل البولة دي عشان محتاجها احنا طبعا متفيه ان احنا نعمله بالفانيليا والشوكولاتة فانا هقسم العجينة على بولتين هبدأ بقى قسم العجينة حباها النص بالنص حباها التلت والتلتين انت ورحتك شوف اولادك بيحبوا طعم ايه؟ واعملي منه اكتر انا هقسمها النصين كده واجيب ميضر الكاكاو الموجود معنا في المقادير وانزله على جزء من العجينة انا حطيت الكاكاو قبل ما اكمل بقى الدقيق عشان يتقلب معنا كويس لو حطناه بعد الدقيق ما نستخدم الدقيق كله هنضطر نحط سائل وانا مش عايزة اضيف سائل على العجينة عشان كده راكنت الدقيق على جنب على موزع الكاكاو كويس في العجينة وهنا هقدر استغنى عن المعلقة واستخدم ايدي عشان اخلط الكاكاو كويس مش بنعجن يضب ان توهي الكاكاو في العجينة عشان احنا عارفين ان الكوكس ده نوع من انواع البسكوت والبسكوت مبتعجنش كده خلطت الكاكاو والعجينة محتاجة كمان شوية ديه عشان هشكلها بايدي زي ما قلتلكم هاضيف حوالي معلقة ديه وقلبها مع العجينة كده العجينة اللي بالشوكولاتة جاهزة معانا شايفين لونها كمية الكاكاو مزبوطة جدا مع اللون وما فيهاش عرق خالص ازاي عشان احنا بنقلب مش بنعجن تعرف ازاي انها مزبوطة تاخد قطعة من العجين تقورها في ايدك وتضغط بصابحة شكلت معك بسهولة كده تبقى العجينة مزبوطة نكمل بقى العجينة اللي بالفانيليا نحط عليها بقى كمية الدقيق اللي المتوفرة معانا وبرده نقلبها بترطيف صابع كده مش بنعجن ولا حاجة المقادرة دي بنات مزبوطة عالشعرة بس في الشتاء ممكن نقل المعلقة الدقيق عشان الزبدة بتتماثب في الجو البرد كده الكوكيز اللي بالفانيليا كمان جاهز معانا العجينة برضو متماسكة وما فيهاش عرق بتقطميها كده بتتقطم بسهولة وبنفس الطريقة بنختبر ناخد قطعة ونشكل كده بقى معانا الفانيليا والشوكولاتة وكده عجينة الكوكيز جاهزة للتشكيل اجيب بقى صجل فرق وافرد عليه وراءة زبدة عشان اشكل عليه واحتاج كمان شوكولة بيضة وبني او اي الوان بقى المتوفرة عندك بتاخد قطعة كده من العجينة وتضغطها بايدك احنا اتفاني احنا هنشكلها بايدنا وتحط عليها الشوكولة شيبس بطرقة عشوائية جدا اجمل حاجة في الكوكيز اللي بطرقة دي العشوائية تشاكله بقى تحفة اللي بالفانيليا حطت عليها شوكولاتة بونية واللي بالكاكاو هحط عليها شوكولاتة بيضة او الوان المتوفرة عندك زي ما قلتلك تعملها كرة كده وتديها ضغطة بسيطة بايدك وتحطي بقى الشوكولة شيبس واجمل حاجة فيه انه سهل التشكيل يعني ممكن الاطفال اللي هيكلوه هما اللي يشكلوه يحط عليه الشوكولاتة كده سواء بيضة او بونية او الوان هيستمتعوا جدا بيه سيبي مسافة بسيطة كده بين كل واحدة والتانية هو مش بيفرش ولا حاجة بس برضو سيبيها احتياطي وشكلي بقى كل الكمية بنفس الشكل كده انا بفضل حط بني وابيض في نفس الساق عشان انا باولع الفرن من تحت بس وعشان اعرف ان البني استوت ازاي لما البيضة تاخد لون خفيف جدا من تحت سبيت الشوكولة شيبسة على وش العجينة عشان ما تقعش منك وهي في الفرن لو متوفر عندك شوكولة شيبسة الوان استخدميها الاطفال بيحبوها جدا برضو هشكل كل كمية الكوكز وحط عليها الالوان الجميلة دي من الشوكولة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكلت صاج من الكوكز اللي بالفانيليا والشوكولاتة وزينتهم بالشوكولة شيبس باي لون متوفر عندك زيني وممكن لون بس او اتنين زي ما تحبّي هدخلهم بقى علي فرن سابق تسقينه على درجة حرار مية وثمانين من تحت بس 12 دقيقة بالضبط ويكون جايز معنا وده شكل الكوكيز بعد ما خرج من الفرن قعد 12 دقيقة زي ما قلت لكم ما بياخدش لون من فوق بقولعله من تحت بس نشوف بقى اللون الفتح بنعرف منها درجة التسوية ازاي عشان كده بحط معها اللي بالشوكولاتة والشوكولات شيفس الجميلة خلص ومش سايحة ازاي ما تحركوهش بقى كتير قبل ما يبرد عشان ما يتكسرش منك شايفين الكوكيز؟ ما فرشش ولا ساح ولا اي حاج والشوكولاتة اللي عليه جميلة او وهيعجب اطفالنا جدا يعني مع كوبات لبن الصبح هيفطروا بيه احسن من الحاجات الكتير اللي بيشتراها مبارا ما لهاش اي لازم يلا بقى نقدمه مع بعض ده الشكل النهائي للكوكيز بتاعنا مقديره وسطة جدا وخطواته ما فيش اسهل منه التلات كوبات دي بيعملوا كمية محترمة وتقدر تضعف الكمية وتحتفظ بيه في علبة مقفولة وافضل علبة للباسكوتات والكوكيز هي العلبة الصفية تكون محكمة الغلق كده بيعيش لحد اسبوع اكتر كمان يارب تجربوا الكوكيز بالنهاردة بطريقة ويعجبكم لو عجبكم الفيديو وتنسوش اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته